في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل مالتي بوت او ان احنا نعمل بوت من اكتر من ملف ايزو بدون ما نحتاج لأي فلاشة بعد ما نتابع الفيديو ده وتشوف الدرس السهل الموجه للمستخدمين المبتدئين اقدر اقول لكم بقلب جامد مش هتحتاج لا برنامج روفوس ولا برنامج فنتوي ولا فلاشة USB ولا حتى هارد اكسترنال خليكم معاي اهلا وسهلا بكم مرحب بكم في فيديو جديد انا محمد غراب وخلينا على طول نشوف الدرس بتاعنا اول حاجة احنا نحتاج نجهز درايف صغير جدا حجمه مثلا 500 ميجا هنجيب الديسك مانجمنت بالطريقة دي ونختار اي درايف ناخد منه 500 جيجا فهنضغط عليه رايد كليك ونختار شرينك فوليوم بعد كده ناخد 500 جيجا او 500 خلينا 501 علشان نقدر يعني نميز الدرايف قدام شوية وبعد كده هنقول له شرينك اصبح الدرايف عندنا هنا بحجم 500 ميجا وواحد هندوس عليه رايد كليك ونختار نيو سيمبل فوليوم تمام وبعد كده هندوس على نيكست وبعد كده المساحة هنا هتكون عندنا 500 ميجا علشان يكون يعني درايف مميز حجمه 500 ميجا وبعد كده هنضغط على نيكست هنا الويندوز هنختار حرف الاي مفيش مشاكل هنقول له نيكست وبعد كده مهم جدا نخلي الفايل سيستم هنا على فات 32 ونسمي الدرايف مثلا ولياكن ملتي بوت بعد كده ندوس على نيكست وبعد كده فانش اصبح عندنا درايف هنا بيحمل حرف الاي تمام وحيكون درايف فاضي بالشكل ده تمام هنا انتهى دور الديسك مانيجمنت فحنقفله وبعد كده هنروح دونلودز عندنا ملفين مهمين جدا الجراب ده ده البوت لودر او محمل الاقلاع اللي احنا هنستخدمه تمام والبوتايز ده ده البرنامج اللي حيخلينا نضيف الابشن بتاع البوت في بداية تشغيل الجهاز او في البوت مانيور تمام هنفك الضغط عن الاتنين اول حاجة هنعملها هنروح على الجراب Fm ونختار الملف اللي اسمه جراب FM X64 نعمل الملف ده رينيمو نسميي بوت وبعد كده ناخد الملف ده كوبي وبعد كده نروح للدرايف اللي احنا عملناه باسم المالتي بوت اللي حاجمه 500 ميجا ونقوله باست تمام بعد كده نرجع للدونلودز مرة تانية وبعد كده نفتح مرنامج بوتايز وبعد كده ندوس على بوتايز النسخة اللي هي X64 بعد كده نضغط على S يهمنا دلوقتي نروح للتبويب UEFI وبعد كده نقوله Edit Boot Entries هنضغط على زر AID علشان نضيف الأوبشن الخاص بالبوت وحنختار Drive ونختار ملف البوت EFI وبعد كده نقوله Open تمام نضغط هنا اوكي ونسمي مثلا القايمة اللي هتظهر لنا وليكن Multi Boot Menu بعد كده نتأكد ان في ال Boot Partition ده نختار ال Drive اللي هو فات 32 مساحته 500 ميجا وال label بتاعه او العنوان بتاعه Multi Boot تمام وبعد كده ندوس على Save Current Boot Entry وبعد كده نقوله OK وبعد كده نقوله Close وبعد كده نقفل البرنامج تمام المفروض ان احنا يكون عندنا ملفات ISO اللي احنا هنستخدمها في اي Drive تاني غير ال C علشان انت لو حبيت تنزل Windows طبعا هتكتب على ال C وانت نبوت منه برضه فمش هينفع فانا عندي هنا هيرنز بوت CD دي استوانت صيانة وWindows 11 وعندنا Ubuntu كل ده هنجربه وناخد منه كوبيئة وخلينا ناخده Cut تمام وبعد كده هنروح لأي Drive اللي هو فيه Data أي Drive يعني ونسمي مثلا فولدر كده نعمله باسم ISO وبعد كده نحط فيه الملفات ISO اللي احنا هنبوت منها وحنشوف الطريقة دلوقتي طيب دلوقتي هنعمل Restart لجهاز الكمبيوتر ولما الجهاز يعمل Restart هندوس على الاختصار او الشرطة كات اللي بيدخلك على ال Boot Menu طيب ال Boot Menu هنا هنختار منه هنلاحظ ان فيه Multi Boot Menu هنختار Multi Boot Menu وندوس انتر طيب ال Boot Loader بيظهر معانا بالشكل ده بيجيب الدرايفز كلها اللي موجودة او المتوصلة على جهاز الكمبيوتر طبعا احنا ملفات الايزو اللي احنا خزناها خزناها على Drive اللي هو بيحمل Label Data فحندخل في ال Label Data ده هنلاقي جوه ال Directory او الفولدر اللي اسمه ISO هنفتحه وبعد كده هنلاقي بالفعل الثلاث استونات اللي احنا خطناهم هنضرب مثلا نعمل Boot من هيرنس Boot CD هندوس على انتر وبعد كده نختار اول اختيار اللي هو Boot Windows PE from ISO وبعد كده ندوس على انتر كمان مرة تحمل معانا طبعا اللي اسطوانة يعني هيرنس Boot CD معروفة للناس اللي هي في المجال بتاع الصيانة السوفتوير تمام جاري التجهيز والتحميل تمام فتحت معانا كده الهيرنس Boot CD بيه طريقة طبعية جدا ونقدر بكل سهولة ان احنا نستخدمها ونشوف الهاردات ودي طبعا تنفع في الانقاذ يعني وفي استرجاع البسوردات او الغالبة سوردات اللي على نظام الويندوز طيب خلينا نعمل رستارت طبعا كل برامج يعني كأنك عامل Boot من فلاشة بالزبط واسرع كمان خلينا نعمل رستارت ونجرب نبوت مثلا من الويندوز نفس الحكاية حنروح على داتا وبعد كده ISO بعد كده نجرب المرة ديت الاستوانة الخاصة بويندوز 11 هندوس على انتر بعد كده نختار اول اختيار جاري التحميل زي ما انتو شايفين فتح معانا الستطب بتاع الويندوز طبعا النفذة اللي فوق ديت ما تشغلالش يعني سيبك منها لو هي مزعجة بالنسبة لك ممكن تعمل لها منيمايز وبتنزل تحت وده كده بالنسبة لنا التثبيت العادي المتعرف عليه بتاع ويندوز 11 وزي ما قلتلكم على الحين كده لازم ملفات الايسو تكون على حاجة تانية غير الدرايف سي علشان خاطر لو حبيت في اي وقت اللي انت تعمل فرمات لدرايف السي وتنزل عليه ويندوز جديد طيب خلينا بقى نجرب ابونتو كمان بالمرة مرة تانية نختار درايف داتا مرة تانية داريكتوري ايسو وبعد كده نختار ابونتو بعد كده نختار بوت ابونتو فرم ايسو خلينا نخير ابونتو لايف زي ما انتو شايفين الدنيا بتحمل كده تمام زي ما احنا شايفين فتح معانا البوت الخاص بنظام ابونتو او الوجهة الرسومية الخاصة بالبيئة اللي هي اللايف سي دي ونقدر طبعا بكل سهولة نحنا نسبت توزيعة ابونتو او نسبت اي توزيعة لينوكس او نسبت اي نظام تشغيلة اي ان كان ويندوز لينوكس او استوانات الصيانة او استوانات الويندوز بي اي بكل سهولة لو استفدتم من الفيديو ياريت تدعمونا بالضغط على زر لايك واشتركوا في القناة لا ماكنتوش مشاركينو مهم جدا تفعلوا زر جرس التنبيهات للكل علشان يوصلكم مشاعر لما يكون في فيديو جديد دعموكم بالضغط على زر شكرا او السوبر تانكز هيكون لحل تقدير كبير شكرا لكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله سلام